بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم تتوقف قدامها وتقولك وبعدين إيه؟ الإبتزاز بالمبادئ أستاذ إبراهيم يقولك يا دي مبادئ الأهلي يا مترب أنت هي دي مبادئ الأهلي مبادئ الأهلي التي يطبقها بنظام مستمر ولكن مش معنى كده أنك في وسط الملايين لما تلاقي تصرف تقولك يا دي يعني إنت بتتصيد عوجيز فرح يعني ودي بتبقى ساذ إبراهيم لما تبقى عندكش أسباب تخصك للفرحة فبتنتقد أفرح الأخر بتتدور على حاجة تانية ده كلام مهم جدا ولعله يلخص الكثير من مضمون حلقة اليوم وهذه أبرز عنوينها مقالي ومقاله للكدبين أوي الغربال بالبنط العريض وبعضمت لسانه بجد فرحة شعب والشموع الحمراء عن إمام الحديد لكن أسرار الملك عن المدافع الصلب وأخيرا مجلاتنا اليوم ومن أربعين سنة قبل ما ندخل في محتوى النهاردة المنتخب الوطني والمنتخب الأولمبي المنتخب الأولمبي النهاردة عمل بروفا مع غانة عادل واحد واحد قبل ما حيسافر إن شاء الله إلى المغرب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة اللي حتؤهل لدورة للعابة العلمية في باريس المنتخب في استاد سكندريا المنتخب غانة أسجله الأول دانيل أفري من ضربة جزاء بعد 10 دقائق وتعادل إبراهيم عادل لمنتخب مصر على طول في الديار 39 لكنه بعدها أهضر ضربة جزاء عشان تنتهي المباراة واحد واحد وحنفكركم أولا المنتخب هيعمل إيه في المغرب وهيلعب في طانجة في المكان اللي الأهلي كان موجود فيه في كاس العلم للأندية يوم الحد 25 يونيا هيبدأ يلعب مباراةه مع النيجر الساعة 8 مساء في ملعب طانجة يوم الأربع 28 يونيا هيلعب مع منتخب مالي الساعة 8 مساء السبت 1 يوليو مصر والجابون الساعة 11 في ملعب طانجة بيتأهد ثلاث منتخبات لدورة باريس الأولمبية الحقيقة ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي واخد مجموعة كبيرة كويسة بشموندس واخد حمزة علاء وعلي الجابري ومحمد أحمد سيد سيحة من المولين واخد محمد أشرف ومحمد مغربي وحسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طاري وأحمد عيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد سمير واخد في نصف الملعب إبراهيم عادل ومحمود صابر وعماد ميهوب وأحمد نبيل كوكا ومصطفى ميسي سموحة ومحمد شحاتة ومحمود جهاد وعلي زعزع وأحمد فوزي والفروضة بتوعه أحمد عاطف لعب المقولين أحمد عاطف قطة وعبد الرحمن عاطف لعب غزة المحلة وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ده للمنتخب الأولمبي أنا اتفرجت على الشوت الثاني أي لا يعني معرفش ضرورة الشوت الآن كان أحسن لأن أنت تحسب عليك ضرب الجزاء وأخضرت ضرب الجزاء وأحرصت هدف وفريق غنى مكتمل وبعدين وفريق غنى نقصه لعب لحد نص الشوت الثاني كان اللعب عشوائي جدا ضغطنا طبعا بقوة لكن بعشوائية أيضا فيه تصرع عجيب جدا من المنتخب وجديه كانت منعكسة حتى على الـ أو اسلوب متابعة المدرب ميكالي ما كانش موصول من الأداء يعني إنما هي جعلت المطشات الودية كواسي نتعامل قدام غنى لكشف الأخطاء عشان يعرف كمان يعني يقول أنت متطرين في مطش ودي إيه ده يعني ليه يعني فالحقيقة كويس إنهم عمل مطش ده مع غنى إنما المنتخبنا احنا بقى الوحيد اللي كان موصول وحاسس إن كده كويس قوي فيتوريا المنتخب الأول إحنا طبعا قناعتنا وأحلامنا وطموحنا عايزين أفضل من كده أداء لأن عندك لعيمة قيلة فعلا يعني وهم أيضا عندهم لعيبة محترفين كتير ولعيبة آه وماش ماش فرقة سهلة لكن آه يعني حنلتمس العزو يعني مثلا محمد صلاح ما هو جاي من أجازة ومنصيف وكان لسه على ولعبت الأهل كلها منهاكة يعني آه حتة لعبت الأهل بقى منهاكة وفرحانة يا كابتن أيمن أنت مش دورك كمدرب مساعد تطلع تعلق فطلع يقولك لعبت الأهل ما كانوش مركزين وهو ده أثر بالسلبة على المنتخد يعني ده اللي ربنا طيب بقيد اللعينة يعني ده اللي ربنا ألهمك عليه يعني يعني ليه ده ماني نحط نفسنا في حد أيمان عبد العزيز أيمان عبد العزيز أنا قلت إيه أيمان آه أيمان عبد العزيز ليه كابتن أيمن أنت عارف أنك أنت التعليق ناس هترتاح له وناس مش هترتاح له ما تسيبك حتى لو ده حقيقي ما هو طبيعي أنك أنت جايلك فرقة من ثلاثة أيام من نهاية أفريقيا كذبانين بالعكس فيتوريا كان شافي أن الروح المعنوية أحسن مكان ويجو خسرانين كان حبق فيه إحباط وبعد هو نسبة اللعب اللعب مكام لعيبة يعني مثلا الباقي إيه يعني أثر بالسلب على المنتخب لازم يحطولك حاجات كده تسير الجدل ما كانش موفق في التعليق ده وأرجو أنه مستقبلا يراعي إن هو مدرب المنتخب دلوقتي دلوقتي طيب بالمناسبة الروح فيتوريا سمح لست لعيبة يخرجوا من المعسكر لديهم كفاية كده قبل مباراة جنوب السودان الودية الست لعيبة لأنهم شايف أنهم محتاجين يرتاحوا محمد صلاح ومحمد الشناوي وعمر مرموش ومصطفى محمد وحمد فاتحي ومحمد عبد المنعم روي فيتوريا زي ستة كده لا ناسوها محمد صلاح ومحمد الشناوي وعمر مرموش ومصطفى محمد وحمد فاتحي ومحمد عبد المنعم ستة ستة لأنه كمان حتى روي فيتوريا لعب ست مطشات كسب ست مطشات هي مزلوطة على ستة لا هو مرموش محمد صلاح خرجوا من المعسكر وده قبل المباراة الودية اللي هيلعبها مع جنوب السودان يوم تمانية يوم تمنتاشر طيب خلينا قبل ما ندخل في مضمون الحلقة ننعي رحيل اتنين من الكتاب الصحفين الكبار واحد رياضي واخر كاتب سياسي ساخر والكاتب الصحف الكبير وعضو النادي الاهل للأستاذ عاصم حنفي كاتب روزال يوسف عاصم حنفي عاصم حنفي عاصم حنفي مسيرة عطاء طويلة وعضو النادي واحد من عشاق الاهلي يمكن لو تفتكروا من اسبوعين كنت قررت لكم مقالة الأستاذ حمد رز عنه لما دخل عاصم حنفي في غيبوبة كتب عنه مقالة قالك هو يعني عشان تكسبه في الطاولة على القهوة في المنيرة مع أسامة عربي وأمين عربي وفاروق عفر لازم أن تكلمه عن الأهلي قالك هو إذا تحدث عن الأهلي فقط تركيزه في الطاولة كان الأهلي بالنسبانه العشق الكبير ألف رحمة ونور على روحي الطيبة النهاردة كانت مرسم تشيع الجنازة من مسجد مصطفة محمود ويوم السابت العزاء في عمر مطر أيضا سبقوا واحد من النقاد الرياضيين الكبار واحد أيضا من عشاق الأهلي الكبار وعضو النادي نقاد الرياضي الكبير صديق عزيز وراجل محترم ورحمة الله على الجميع والله ألف رحمة ونور عليه بعد رحل التعناء مع المرض كنتم تتابعوه كتير في قناة الأهلي كان دايما بيسر كل البرامج بأراءه وذكرياته وانطبعاته وتحليلاته بعد مسير التعناء مع المرض تغمده الله بواسع رحمته ربناي لمسرته الصبر والسلوان بنعزي أسرة روزة اليوسف وأسرة دار التحرير في الفقيدين الكبيرين النهاردة اكتمل مسلس الصعود للدورة الممتازة صعد البلدية قبل منه صعد النهاردة صعد الجونة وقبل منه البلدية وزد تزد اتنين بيرجعوا ووجه جديد ما فيش أسعد من أل سويرز دلوقت بس زد كمان في رقم خياسي طلع يعني فوضح ان فيه شغل بتركيز يعني طيب مبروك اللي صعدوا نقص واحد هم خلاص هم تلاتة تلاتة دولت مبروك ليهم طبعا البلدية المحلة هو وجونة الجديد القديم اي كلا هم كان قبل كده في والمحلة بتعيش هذه الحالة يبقى عندها فرقتين ويرجعوا يسعدوا بتشجيع فرقتين بيمثلوهم يعني كل التوفيين ان شاء الله للفرق التلاتة بما يسر الكرة المصرية والأهم من الصعود ان اتحاد الكرة يصمد قدام مشروعه لدور المحترفين لان فيه ضغوط كتيرة بتمرس هو عايز يعمل دور عشرين فرقة موازل الدور الممتاز يخدم على الدور الممتاز ويوسع رقعة الاختيار للمنتخبات والأهم منها انه يسمح بعد كده بالارتباط بين المسابقتين دور الممتاز ودور المحترفين انه خلال تلات سنين يخفض دور الممتاز لستاشر نادي والمحترفين يبقى برضو تمنتاشر نادي كل ما خفضت عدد الفرق كل ما كان لصالح الكرة المصرية والاحتراف والمتخبات ده كلام مهم وتبقى ضربة البداية مقالي ومقاله للكدبين قوي منص عدل أشار في البداية إلى عواجز الفرح وهم تقريبا شريحة الكدبين قوي ليه؟ الأهل فاز ببطولة أفريقيا ناس بركتله وناس سكتت وناس حاولت تقول لكن ظهر بقى فصيل الكدبين قوي اللي هو بيدور زي ما المهانس عادلي قال بالملقاط على أي حاجة فبصوا في جدول الدوري قال لك الأهلي له ست مطشات بالزمة ده دوري ده دوري فاسد والدوري بتعمل مخصوص عشان الأهلي والأهلي بتتخصص له كل حاجة وكل حاجة بتتعطل عشان الأهلي وتعالوا شوفوا وكلام كتير قوي يناقض اللي احنا بنعرضه على طول أنه الأهلي عنده رقم قياسي عالمي في عدد المطشات اللي إلعابها السنة دي وعلشان يعني نفسه أعرف أول حاجة التأجيل لباش مهندس كان وفقا لللاي لا أنا بس عايزة أسألك هو إيه الميزة الأهلي بيخدم بالتأجيل يعني ده بيدور مؤكد ده بيدور بدليل إن الزمالك في الموسمين اللي تأجل للأهلي استفاد بدا هو استفاد بدا لسبب أنت مؤجلتك بتيجي في الوقت الحرج اللي فيه فرق بتنزل الفرق بتصعد داي فإذا كان لك خمس ست فرق من بيتصرعوا من أجل البقاء وإنت حتلاقيهم حتلاقي إصراع شارس جداً ما كنتش حتلاقيه في الأحوال العادية أو إنت بتلعب وحتلقيه أنت منهك وفي جدوى المضغوط وبعد مشوار طويل يعني مين قال النديم إذا؟ طيب ده كلام منطقي جداً بدليل إيه؟ أنت بتلعب بداية الموسم مع بعض خلال المدة الزمنية ديت أنت بتلعب مطشاتك في الدورة اللي هو الناس اللي غير المشاركين في أفريق بصوا مثلاً عدد المطشات في الموسم ده من أول ما بدأ الدوري لغاية لما هي انتهي فيه مسابقات محتملة زي كاس مصر ما حدش عارف موعدها تحطت إمتى لكن ما تم لعبه واللي حيتلعب لغاية نهاية الدوري خمسة وعشرين سبعة اتفضلوا الأهل هيبقى لعب كم مباراة رسمية محلية ودولية وأفريقية الأهل هيبقى لعب تسعة وخمسين مباراة الأربعة دول اللي شاركوا في أفريقيا السنة دي برمز هيبقى لعب اتنين وخمسين هل العدد ده في المسابقات المختلفة لأنه هما كان أربعة وستين مباراة أربعة وستين مباراة بتحديد كاس مصر كاس مصر حتى الآن لم يحدد كاس مصر في الموسم الجديد هتلعب منه دور الاثنين وثلاثين وتستنى فالمخصص لهذا الموسم الأهل أربعة وستين مباراة اللي تلعب فعلياً أو اللي هيتلعب فعلياً لنهاية الدوري مش كاس مصر هيبقى تسعة وخمسين مباراة برمز اتنين وخمسين في يوتشر واحد وخمسين والزمال خمسين يعني الناس اللي بتتكلم مين أكتر فريق ملعب يعني تنسيب الجدول شوية مين أكتر فريق لعب ماتشوات مش كده بس الفترة الزمنية ديت النادي الأهلي لما تبصوا له راشواندس لعب أربع مباريات كاس العالم للأندية إسفج أتن أولاً ما الناس اللي بتقول الجدول الدورة عمل عشان الأهلي لا لما جدول الدورة عمل ما كانش الاتحاد الدولي أسند للمغرب تنظيم كاس العالم للأندية ولا تقرر مشاركة الأهلي فيها باعتباره وصيف النسخة الماضية فدخل الأهلي في كاس العالم للأندية الوداد نفسه لعب ماتشو واحد وخرج الأهلي لعب أربع ماتشوات وأربع ماتشوات تقيلة لما الأهلي كان بيلعب مع باير نوميونيخ مع ريال مدريد ومع فيلمينجو ومع المنافسين في كاس العالم للأندية كان الناس اللي بتلعب الدورة هنا بتلعب كل أسبوع مباراة أو كل خمس سيام مباراة واخد رحيتها خالص الأهلي يلعب في أفريقيا لغاية الفاينال نفس الحكاية الأسبوع واحد عامل حسين حط في اللايحة شروط كل الأندية عرفاها إن الأربع أندية دول انطبقت عليهم اللايحة لما تيجي تلعب مباراة أفريقية داخل الأرض ليك ثلاث تيام قبلها خارج الأرض ليك أربع تيام اللي خده الأهلي خده الزمالك وخده بيرامز وخده فيوتش ولو زمالك كان كامل ووصل للمباراة هاليا حياخد نفس اللقاء الله نفس اللقاء كان حياخد عدد المطشات وعدد المؤجلات بالضبط يعني الأهلي أضيف إليه لاشي إنك تدور على الحاجة اللي ما تنطبقش طيب بالضبط كمان النادي الأهلي عشان مشاركته في أفريقيا السنة اللي فاتت وصل للفاينل فترحلوا ثلاث مطشات من كاس مصر النسخة اللي فاتت الناس غيروا لعبوها في توقيت طبيعي الأهلي اتحشرت له السنة دي في النص لغاية لما لعب وكسب ولعب المقولين عندك الجدول اللي قالت لك ثلاث تيام وأربع تيام للكل قالت لك الفرق اللي حتتأهل بعد دور المجموعات يعني من دور التمانية ما فيش مباريات بين الزهاب والإياب ليه لأن الاتحاد الأفريقي خل المدة البينية أسبوع واحد تلعب الحد وتروح تلعب الحد تلعب السبت وتروح تلعب السبت قال لك الفرق اللي حيتأهل بعد دور المجموعات مش حيلعب مطشات بين الزهاب والإياب اللي حصل مع الأهلي حصل مع بيرامد وحصل مع فيوتشر الزمالك ما خدش الكلام ده لأنه خرج من دور المجموعات فما انطبقش عليه ده إنما فيوتشر وبرامد والأهلي لعبه بمنافس المعدل الزمني خلال المدة نفسها الزمالك لعب مباريات الدوري بمدة بينية طبيعية كل جمعة مباراة كل ست أيام مباراة الأهلي لعب المباراة دي كل تلت أيام لأنه التأجيل بتاع مطشات الأهلي في الدوري هو لصالح الزمالك أو لصالح أي منافس مباشر إيه أستاذ إبراهيم لما تبقى كل كل التحليات بتاعتك عكس الحقيقة ده معنى هل أنت مش واخد بالك ولا تقصد المهابرة والتشويه بس المحاولة التقليل أو الإحالة للناس اللي مش متابعة إن كل حاجة بتتقبل عشان الأهلي معنى العكس معنى أنك أنت المستفيد أنت مستفيد مية المية يعني أنت تلعب مباراة في الأسبوع أناك بلعب مباراة كل أربع تيام أو كل تلت أيام أحيان يعني في السبع تيام بلعب مطشين بلعب تلت مطشات بالضبط فما تدعيش بقى إن ده المصلحتي وإن ده دوري مش مظبوط ودوري لكن لما تكسبه بقى دوري مظبوط بنفس الظروف بنفس الشروف بنفس القاعدة ونفس اللايحة كذان أنا كنت هو انت حطت اللايحة بناء على الفرق اللي حتشارك مين اللي حيشارك أنت مش عارف البطولات الأفريقية ومستوى التنافس بتاعك أعلى وأكتر لأن أنت بقيت بتلعب لأربعة وثلاثين مباراة للدوري في نفس المدة الزمنية اللي أنا بلعب فيها لأربعة وثلاثين أسبوع مضاف إليها التحديات الخارجية الصعبة اللي أنا للموسم الرابع على التوالي بتأهل لنهاية أفريقية فللموسم الرابع على التوالي أنا متعرض للضغط وللإجهاد عشان كده الأهلي هل ترتح سيدنا ولا يا سيد عشان كده لا عشان كده الأهلي مثلا اعتذر على البطولة العربية اللي أتلعب السنين بسبب إيه هذا الضغط بالضبط جده لو أنا بتجامل بقى أنا أخش كل حاجة أخش كل حاجة وأشيب الاتحاد يجملني إنما أنت يعني بص يا أستاذ ده نوع من والله جد العبث وخلاص بقت الأمور حتى قطاع كبير جدا من المنتمين إلى هذا المعسكر بقوا شايفين إن ده نوع من العبث ولا يليق أن يتم ترديد مثل هذا الكلام يتقال برضو هو شمعنا الأهل لما تشوفوا الوداد والدور المغربي أولاً الدور المغربي القياس عليه خاطئ الدور المغربي بدأ قبل الدور المصر بحوالي شهرين فبداية الدوريين مختلفين ده رقم رقم اتنين الدور المغربة 16 نادي مش 18 فعدد المطشاط اللي بيلعبها الوداد مناش دعوة بس بص الدور المغربي بالضبط أنا مالي رقم اربعة مين قال الدور المغربي خلص الدور المغربي مبارح كان بتلعب الأسبوع 27 لسه يعني عندهم نفس الضغط المطشاط اللي عانى منها يقول لك لا ما هو الوداد أكبروه يلعب قبل لقاء الأهلي لكن الأهلي ما أكبروش الأهلي لعب ثلاث مطشاط قبل مباراة الوداد يعني كلها تمحيك هدفها بس إن أنت تقلل من جدارة الأهل وفوزه أو محاولة الإيحال للناس اللي بره وللناس اللي ما بتتبعشي إن كل حاجة معمولة للناس تعالي بتاكن في الأول أستاذ برايب بس الوقت بقايب تقنع نفسك إنت ترايح نفسك إنت بالحاجة كده بوقت الخطاب ليك إنت عشان ترتاح بقى لأن الوضع ده مش مرايح مع إن الحل الوحيد لعلاج أي كبوة أو أي خلل موجهته الاعترف به مش تبرير إن ده مجاملة للآخرين الأهل مستفيد من إنك تقعد من هذا الخطاب لما المنافس متاعي يعيش هذه الحالة من الترويج الإعلامي المعكوس أنا عايز الدينة دي تستمر مش حداي يعني قصة أنت عارف البديل عن التأجيل إيه يا شواندس لو ما أجلوش مطشط للأهل مطلوب إن الدور يقف والأندية المصرية مشاركة في الخارج يعني الأربع أندية اللي حيشاركوا في الدور الأبطال وإنكم في درالية خلص وقف في الجيول كله الأسبوع بتاع المواجهات الأفريقية لأنه البديل التاني ما تخليش الأندية تشارك في أفريقيا فتبتكلم ليه بشكل موضوع سيد إبراهيم الموضوع ده لا نقش موضوعية هم عارفين إن ده كلام اللي بيقولوه ده ما هوش يعني لا ظل لهم إنها الحقيقة ولا مسألة ولو كنت عملت جدا كان أقول لك يعطالوا الدوري حيلاقي سبب تاني وإحنا مالنا هو الأهل بيشترك ما إحنا نلعب لا حاجات تانية لم تستطيع معهم صبرا ولا تلتفت إلى هذا الكلام لأن هم منهم فيهم بدأ قطاع منهم كبير يدرك إن دي ما هي إلا لصرف النظر عن حقيقة المشهد اللي هو مش دوري إن أنا نحلله لكن دورك إن احنا نطلع فرحة حالا بحضراتكم الجديد وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي فعلا هو هذه القيمة التي يراها هؤلاء الرموز الكبار رموز الحركة الثقافية والصحفية وكبار الكتاب شافوا الأهل إزاي من خلال هذا التتويج الأفريقي الكبير كلام كتير هنبص عليه مع حضراتكم في الغربال بجد ده كلام يستحق البنت العريض دي فرحة بالبنت العريض دي تعليقات بالبنت العريض من كبار الكتاب وحناخدكم في جولة كده فكرية تشوفوا رموز الحركة الفكرية والصحفية في مصر إزاي تفعلوا مع هذا الحدث الشعب الكبير البداية في الأهرام وللشاعر الكبير الأستاذ فاروج ويدا وشوفوا بقى لما حد في رصانة وقيمة الأستاذ فاروج ويدا يتكلم على الكرة وعلى الأهلي كتب في الأهرام عمود الهوامش حرة لماذا ينجح الأهلي هنقرأ والمهندس العادلة هيبقى له توقف بالتعليق على نقاط مهمة لأنه خدوا بالكم الرؤية الفكرية والرؤية لناس عندها خبرات وعندها نظر وعندها تقييم أمر مختلف كتير لأنك هيدك في العمق قال الأستاذ فاروج ويدا هناك أسباب كثيرة تعطي النادي الأهلي حق الصدارة دون غيره وللانصاف فإن النادي الأهلي لم يحقق هذا التاريخ من الإنجازات بقرارات متسرعة أو سياسات مرتجلة ولكن هناك ثوابت عاش عليها النادي الأهلي طوال تاريخي إن جمهور النادي الأهلي يقف وراء نجاحاته والملايين من عشاق الأهلي هم تعويز التفوقه وتفرده هذه الجماهير التي تسير بكل الحب خلف نديها في كل مكان هي من أهم أسرار نجاح إن روح الأهلي هي أهم أسباب نجاح وهذا التكتل البشر الفريد منح الأهلي هيبته ليس على مستوى الرياضة ولكن الأهلي مؤسسة مؤسسة تخضع لثوابت كثيرة في الالتزام والمسئولية والإدارة بيقول للأستاذ فروغ جودة كمان في النادي الأهلي تقدم صيغة فريدة من الضوابط والقواعد ولا شك أن سنوات الكابتن محمود الخطيب على رأس النادي الأهلي كانت نموزجا في المسئولية والإدارة الجدة والحرص على مكانة الأهلي في حياة المصريين إن عشاق الأهلي في كل بيت في مصر ولهذا فإن إنجازاته تهم كل المصريين عندما أشاهد في المدرجات جماهير الأهلي وهي تخوض معركة الدفاع عن فريقها أشعر أن قضية الانتماء هي من أهم أسباب نجاح الأهلي إن هذا النادي العريق ليس مجرد قصة نجاح عابرة ولكنه تاريخ حافل بالرموز والبطولات والانتماء ولهذا احتل الأهلي مكانته في قلوب الملايين في مصر وخارجها إن النادي الأهلي من وقت لآخر حرص على أن يقدم للمصريين عيدا كرويا جديدا يسعد به جماهيره وفي كل مرة يؤكد أن الجدية والمسئولية والإصرار أقرب طريق للنجاح والتميز إن تجربة الأهلي تستحق الدراسة ده الأستاذ فاروق جويدة إن تجربة الأهلي تستحق الدراسة حول أسباب نجاحها هل هو صدق الانتماء؟ هل هي هذه الجماهير العريضة؟ هل هي الإدارة؟ أم هو اسم النادي الأهلي؟ بكل تاريخه ونجاحاته وإدارته ولعبية ويختم الأستاذ فاروق جويدة هذه المقالة الرائعة في الأهرام النادي الأهلي قصة من قصص الانتماء في حياة المصريين وهي تجربة تستحق الدراسة لماذا ينجح الأهلي؟ مبروك للنادي الأهلي شكراً للشاعر الكبير الشاعر الكبير وهو يتساءل قد أجاب هل هي كذا؟ هل هي كذا؟ هل هي كذا؟ هي كل هذا هي الثوابت والانتماء هي أن الأهلي منتشر في كل بيت مصري أن الأهلي التمسك بالإدارة والمبدأ والقيمة كل يعني قالك السوابت وبعدين قالك الجماهير وبعدين قالك الروح وبعدين قالك الانتماء وبعدين قالك الرموز الرموز يعني إيه؟ يعني بينقلوا هذا الطراث جيل بعد جيل بصدق وأمانة وحرفية حبه الأهلي كما وجدتموه يفضل الكاتالوجي تنقل من جيل لجيل بسوابته للعايز يعرف الأسباب حيدرس اللي مش عايز ييجي جنب عواجز الفرع يصوف جنب العاجز حيقول لك بقى عشان كده عشان كده عشان كده عشان كده ماشي ماشي يا راجل ده عايزين يتطلع أن الراجل الزمالكاو اللي راح يستفز الفريق بالعالم وقول مترجي ووداد عايزين يقول لك ده أهلاوي وعايزين يقول لك أنه هو يعني دي تمثيلية يعني اللي كان عارف أنه هيكسب الوداد يعني وحيقابلون في المطار وعملوا فيه كده وعشان ايه وإيه اللافة الكبيرة دي يا شو مكدبين الفرح بجانب في الأول في الأول قال لك أنه بنتبرى منه بس اللعيبة غلطانة أنها تنساق إلى هذا التصور وبعد شواء لا 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 ده طلع أنه أهلاوي طيب دي رؤية الأساس فاروق جويدا رؤية كاتب صحفي كبير آخر ونقيب الصحفيين السابق الأستاذ جلال عارف الكاتب الكبير في الأخبار قفز على اللحصر في الحداشر وفي مقاله في الصميم قال لك لتناشر أهلي بدأنا بأ قال الأستاذ جلال عارف بجدرة واستحقاق أضاف الأهلي النجمة الحادية عشر في سلسلة بطولاته الأفريقية والبطولة الأهم تحب الأهلي والأهلي لا يطيق الإبتعاد عنها الطريق هذا العام كان صعبا بعد بداية الأهل المتعثرة في مرحلة المجموعات لكن بعد التآهل للأدوار الإقصائية كان تفوق الأهلي هائلا وكانت تتويج في المغرب ختاما جميلا خاصة أن النهائي كان مع الوداد المغربي بالذات الذي ذهبت إليه بطولة العام الماضي في ظروف يعرفها الجميع ووصفها الخطيب بأدب شديد بأنها لم تكن عادلة لم يكن اللقاء الأخير سهلا على الإطلاق خاصة في الشوط الأول الذي تراجع فيه الأهلي أكثر من اللازم للدفاع وازدادت الأخطاء التي احتسبها الحكم عمال على بطار حول منطقة جزاء الأهلي والتي جاء من أحدها هدف الوداد الوحيد وزادت عصبية لعب الأهلي التي كادت تكلف الفريق الكثير في الشوط الثاني تغيرت الأوضاع مع استعادة لعب الأهلي للهدوء ومع تغييرات كولر التي بدأت بأفشة الذي أعاد التوازن لخط الوسط لتزداد فعالية الهجوم الأهلاوي ويجيء هدف التعادل والبطولة وبعده كان من الممكن إضافة أكثر من هدف أهلاوي بينما لم يسدد الوداد كرة واحدة على مرمى الأهلي بعد هدف الوحيد وبضيف الأستاذ جلال عارف كان جميلاً أن يأتي هدف التعادل والبطولة من كرة علي معلول ورأسية عبد المنعم لينزاح عبء نفسي ثقيل رأينا كيف كان بكاء الفرع من معلول تعبيراً صادقاً عنه وكان جميلاً مشهد مشاركة الشناوي مع شبير الصغير في ميدالية الفوز وكان الأجمل أن روح فنلة الأهلي كانت حاضرة بقوة رغم كل الضغوط المعاكسة وأن جماهير الأهلي اطمأنت من جديد على أن منظومة الأهلي تعمل بامتياز في كرة القدم كما في غيرها من الألعاب وفي الملعب والإدارة وفي البطولات المحلية والقرية والعالمية وبيقول الأستاذ جلال عارف ولهذا احمرت شوارع القاهرة مع احتفالات الفوز حتى الصباح تستمر الاحتفالات أياماً قليلة ثم يبدأ الاستعداد لبطولات أخرى ويرتفع صوت الجمهور لاثناشر أهلي وفي الطريق إليها هناك دور وكاس وصوبر وكاس العالم للأندية البطولات تحب الأهلي والأهلي لا يستغنى عنها مبروك لصانع البهجة في الكرة المصرية مبروك لعشرات الملايين من الأهلوية في مصر والعالم العربي وإلى انتصارات جديدة وأفراح لا تنتهي يعني لما يكتب شاعر كبير هذا فرق جود ويعلق إعلامي ومسؤول من المسؤولين السياسيين الصحفين الكبار زي الأستاذ جلال عارف ويذهب بقى المرضي إلى تحليل دقيق فني وتحليل يعني لأسباب يعني الأستاذ فاروق كان بيتساءل ويجيب يا ترى هو ده هو ده هو ده هو ده بيقولك لا الأسباب تكمل في كذا وفي كذا وفي كذا والمطلط تحب الأهل والأهل اللي يستغنى عنها جميل جدا لما تجد إن هذا الانتصار وهذا الأهلي الأهلي يشد أنت بقى واحد زي الغزالي حرب يعني وسامة الغزالي حرب كاتب مقال عنوانها كده أهلي هتاف وبيعتساءل هتاف رلا بقى يهتفل الدكتور أسامة الغزالي حرب في الأهرام برضو كاتب سياسي كبير وزي من المونس عدل بيقول هو عنوانه أهلي هتطهق خمسة ستة ألف زي ما هتشوفوها وبيقول الأستاذ أسامة دكتور أسامة لا أعرف إن كانت تلك هي الكتابة الصحيحة لصيحة أهلي التي عتدت على سماعها من جماهير الأهلي في مبارياتها التي أشاهدها في التلفزيون فأنا مشاهد تلفزيوني بامتياز لمباراة كرة القدم وما أشاهدها هو فقط المباراة التي تتم بين الفرق المصري والفرق الأجنبية وأضيفت إليها مؤخرا مباراة فريق لفربولي الإنجليزي لا أستمتع بأدام محمد صلاح لا فرق عندي بين الأهل والزمالك والإسماعيل والمحلة والمصري وبيرامنز وباختصار أنا أشجع الكرة المصرية والنواد المصرية واللعبين المصريين ولأنني أعلم جيدا أن كرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى في مصر فأنا أتحمس لكل ما يتيح للمواطنين المصريين كل الفرص للاستمتاع بها وعبرت مرات عديدة في هذا العمود عن رفضي لمسألة تحديد الأمن العدد المشجعين الذين يسمح لهم بحضور مباريات معينة حقا إن من حق وواجب الأمن حفظ النظام في الملاعب ولكن هذا ينبغي أن يتم من خلال التنظيم الصارم والدقيق للدخول للملاعب ومنع العناصر المشاغبة من الحضور وليس من خلال تضييق عدد الجماهير كلهم خاصة أن شغب ملاعب الكرة ظاهرة عالمية معروفة في الدنيا كلها وفضلا عن هذا فإن لكرة القدم اقتصادياتها الهائلة التي تضخ في البلاد التي تزدهر فيها أموالا هائلة ليس فقط من قيمة التذاكر وإنما من فيضان الإعلانات المتنوعة التي ترتبط بها وعشرات من الأنشطة التجارية التي ترتبط بها بما يسهم في إنعاش الاقتصاد القومي ولقد حضرت شخصيا بعض المباريات القليلة التي استمتعت بحضورها إلى أقصى حد كان منها مثلا منذ سنوات مباراة الدورة الأفريقية ثم حضوري مباراة الأهل والترجي التونسي مؤخرا في 19 مايو الماضي بدعوتين كريمتين من الصديق العزيز الدكتور أحمد سعيد عضو النادي الأهلي ومن الزميل الأستاذ محمود صابر الرئيس القسم الرياضي بالأهرام وبيقول الأستاذ أسامة الغزالي حرب المهم لقد سعدته أمس الأول مع ملايين المصريين بتتويج النادي الأهلي بطلة لأنديات إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه وسعدته أكثر بفرحة المصريين كل المصريين بفوز ناديهم المصري العريق يعني متضمن الكلام المهم ما واحد بقيمة أستاذ أسامة الغزالي حرب يلفت نظر انتصار الأهلي أنه هو علق في جملة مهمة جدا على تحيزه للحضور الجماهيري الكامل وربطوا بأن ده يعني أبجديات الإقتصاد الكروي أي والرياضي وتساءل يعني مش معنى أن فيه خلاب تخرج أنه يبقى الحل للتضييق ودي بتفكر يا سيد إبراهيم يعني وانت لو فيه شارع فيه حوادث مرور أنا ما بقفلش الشارع أنا بحط نظامه بحدد السرعة بحط الضوابط لكن الخدمة بتستمر أين كانت الأسباب أرجو أن تعود الأمور إلى طبيعتها لأنه هو ده اللي حيخلينا أن نشوف كرة قدم طبيعية ولكن حبيبك وصحبك وغريمك عماد الدين حسين قال له أستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروع رصد الأسباب اللي تفوق بسببها الأهلي مش عايز تقول أهم معلومة عضو النادي الأهلي وزمال كاو لكنه الحياة عماد حسين يتسم التملي بالموضوعية موضوع جدا الحياة يعني في كل ما يعرض من أفكار ولذلك هو صحف كبير عشان كده دائما يقف في منطقة الموضوعية الشديدة وده مالوش علاقة بالكورة لكن هنا هو الراجل راصد بالضبط إيه الظروف اللي قدت إلى التفوق الأهلي فكتب تسع ملاحظات غير كروية على فوز الأهلي يعني ملاحظات غير كروية قال عماد الدين حسين فريق لأهلي لكرة القدم أسعد غالبية المصريين حينما فاز ببطولة إفريقيا لأندي أبطال الدورة على حساب الوداد لن أتحدث عن التحليل الفني للمباراة قبل المباراة لفت المهندس إبراهيم المعلم نظري إلى أن اختيار حسام غالي رئيسا لبعثة الأهلي في مباراة العودة اختيار ذاكي ومهم لأن غالي حصل مع الأهلي لاعبا على بطولة أفريقيا أكثر من مرة خصوصا حينما كان في بدايات حياته عام 2021 أو أمام الترجل التونسي في 2012 وبالتالي سيكون قادرا على تحفيز لعب الأهلي وتهيئاتهم للمباراة بصورة جيدة وأنهم قادرون على الفوز في كل مكان وليس فقط في القاهرة من المهم وجود قائد زي خبرة تصل للأجيال الجديدة لتصل للأجيال الجديدة السقة بالنفس وتلك هي الملاحظة الأولى بيقول عماد الدين حسين الملاحظة الثانية أن الأهلي بيتميز باللعب الرجولي حتى اللحظة الأخيرة مهما كانت الأجواء والظروف والصعاب فهو نادرا ما يستسلم وبيستشهد ببعض الوقاع سواء في هدف أبو تريكا في الصفاقس التونسي أو ضغط الأهلي الدائم لإحراز الهدف في أي وقت متأخر ويصل إلى الملاحظة الثالثة بيقولك الأهلي يستحق التقدير لأنه واجه ظروفا صعبة جدا في ملعب المباراة في الدرر البيضان الملاحظة الرابعة في رأي الأستاذ عماد الدين حسين أن الأهلي واجه حكم المباراة الإثيوبوي بملكة سيمة وبدلا من أن يكون الحكم حاميا للفريقين فقد كان متحاملا في أوقات كثيرة على الأهلي وبيسرت بعض الملاحظات على أداء التحكيم بيصل عماد الدين حسين للملاحظة الخامسة بيقولك هي ضرورة البحث عن علاج عربي حاسم للتعصب في المباريات العربية لأن الرياضة بهذا الشكل تتحول إلى نوع من إذكاء التعصب والكراهية وليس لبس الروح الرياضية ويصل بعد ذلك إلى الملاحظة السادسة الإدارة في النادي الأهلي ومهما كانت للبعض ملاحظات عليها تظل اللعب الأول في الفريق والنادي وبيرى أنه الكيان بأكماله مقارنة بالعديد من الإدارات في فرق أخرى هناك قواعد وأعراف وتقاليد سابتة في الأهلي لا تتغير كثيرا بتغير الأشخاص مصلحة الفريق تأتي أولا قبل مصلحة الأشخاص لا يوجد من هو فوق الفريق مهما كانت نجوميته وقد يكون مستوى فريق القرى في النادي الأهلي في مستوى العديد من الفرق المصرية وأحيانا يكون أقل لكن ثبات الإدارة والقواعد الصارمة في النادي تجعل الأهلي في مكان مختلف وبيصل عماد الدين حسين للملاحظة السابعة بقول كل العوامل السابقة المجتمعي هي التي تعطي الهايبة والقوة للأهلي وتجعل لعب الفرق الأخرى سواء كانت محلية أو عربية أو أفريقية تعمله ألف حساب وهي تواجه هذا النادي نهيك عن قوة الجماهير كل هذه العوامل هو ما يرسخ عقلية الفوز الدائمة لدى الفريق والملاحظة الثامنة كل الصفات السابقة هي ما نفتقدها في العديد من المؤسسات والمصالح والهيئات والوزارات العادية والخاصة ولو استطعنا غرسها في نفوس الموظفين والعملين وعموم الناس أظن أننا سوف نتغلب على الكثير من مشاكلنا وأزماتنا وتحدياتنا وبينتهي بالملاحظة التاسعة عماد الدين حسين النادي الأهلي وفريق الكرة استحق الشكر كل الشكر على هذه الفرحة التي جاءت في وقت يعاني فيها عدد كبير من المصريين من ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة شكرا للأهلي وفي انتظار صحوة الزمالك وبائية الفرق حتى يعود التنفس الطبيعي والصحي للكرة المصرية شاركوا في الأمنيات ونتمنى أن يعني يسود الانضباط الشارع الرياضي المصري وخصوصا في كرة القدم حتى يمكن أن نستمتع بالرياضة والتنفس بدون هذا سداني أهم ملاحظة من الملاحظات التسعة الاستوقفية تكيه لا ما هو كله ساعة ما يرجع لسوابة الأهلي يبقى هو ده بأصل أسباب نجاح الأهلي في أي أمر بالأمور لدرجة أني بقولك الثقافة دي لو تحلت بها أي إقدارة في أي مؤسسة أخرى اقتصادية أو اجتماعية أو ستحقق النجاح يبقى يا جماعة ما نقعدش بقى نقول الحظ والسحر والتحيز وإنه النوس وإنه النوس وإنش عارف إيه الدبوس عاديت تحققوا عن نفسكم أنا مبسوط بأنكم بتقولوا هذا الكلام وتعيشوا فيه لكن هذا رأي النخب النخب ومنهم زمالكوية حطوا يدهم على الأسباب ولما بنقولك يا جماعة اعملوا كده ما تزعلوش مننا إحنا لنا تباهى وإحنا مش عايزينكم تعملوا كده على فكرة مش عايزينكم مش من مصطحة يعني البراجماتية ما تخللاش عايزين لكن الموضوعية والأدانة تقتضي عايزين الكل يتطلع إحنا عايزين ما كوش دعا بينا وتعملش زينا بس طيب هو رأي النخب مثقفة وعية بالقيمة دي تخلي الناس كلها تعرف أولا حجم التقدير النوعي للأهلي عامل إزاي الناس اللي كان بتقولك الأهلي بيحبوا مين وما بيحبوش مين شوفوا الكريزة بتاعة مصر الثقافية شايفها النادي الأهلي إزاي شوفوا قامات المجتمع الثقافي شايفين النادي الأهلي إزاي شوفوا الرؤى للمثقفين بيشخصوا حالة الأهلي وأسباب تفوقوا في العمق إزاي ومنهم ناس أهلوية زي الأستاذ فاروق جويدة زي الأستاذ جلال عارف ومنهم الدكتور أسامة الغزالة حاربة قالك أنا بشجع الكل بس بروح مطشط للأهلي عشان أتفرج وعمد الدين حسين رجل زمال كاوي لكنه بيعدد تسع ملاحظات يراها كلها سبب من أسباب هذا التميز الكبير للنادي الأهلي أن الصحف الكبير والإعلام القدير للأستاذ حمد رز كتب في مقالته في المصر اليوم روح الفنلة الحامرة ولعل روح الفنلة الحامرة هي دائما أكثر ما يلفت انتباه حمد رز ويرى فيها السبب الحقيقي لتفوق الأهلي أصلا روح الفنلة الحامرة دي يعني هي ثقافة ترجمة هي ثقافة ترجمة الثوابت والموروثات والحاجات دي صحية عملت حاجة اسمها إيه أنت تتحلى بروح الفنلة الحامرة فقال حمد رز في المصر اليوم لم يخالجني شك في فوز الأهلي بكاس أفريقيا للأبطال النجمة الحاداتة عشرة تزين القميص الأحمر الناري وعملوها تاني وقنصوها من عارين أسود الأطلس الشارسة ورغم الروح التشاؤمية التي سادت الأجواء طوال أسبوع المضى على الفوز الباهت على الوداد في القاهرة كتبت واثقا في الفوز والعودة بالكاس فرسان القبيلة الحمراء حين البأس لا يعرفون اليأس وبيضيف حمد رز كتبت متفائلا كنت متفائلا وكتبت متفائلا ما استلفت المحبين في قناة الأهلي فاحتفوا بما كتبت باعتباره بشرة خير بشاور يعني اي بشاور على ما احنا فرحنا بالكاس صحيح صحيح وعلى طريقة تفائلوا خيرا تجدوه مهم جدا التفائل في قلب الملمات وصوغ الأبل صنعة المستبشرين ولم يخيب أبطال الأهل الظلم انتزعوا الكأس السمراء من عارين الوداد ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وبجدارة واستحقاق ليرسموا الفرحة على وجوه المصريين عاشت الملايين في القاهرة والمحافظات ليلة حمراء فاقعا لونها يسر الناظرين الأهل يسعد جمهوره والجماهير الشقيقة محظوظ من يشجع الأهل لا يحزن أبدا يبيت ليلته فرحان ومزقطت بطولات وتتوجات وأفراح مستدامة الأهل يملك روحا انتصارية يلعب للفوز بروح الفنيلة الحمراء سر الفنيلة الحمراء سرها باتع وعلى ذكر روح الفنيلة الحمراء التي كانت عنوانا أحمر لمقالي نالني بعض تهكم من بيض الخلوب سامحهم الله موقعات كازابلانكا برهنت على هذه الروح الانتصارية التي تتلبس من يرتدي فنيلة الشياطين الحمراء كانت موقعة كروية تنشرسة قتال على كل كرة وكانت الغلبة لأصحاب الروح العالية لا يعرفون لليأس سبيلا فقط نحن نستطيع وقد كان في محفل إفريقي عالمي بديع النجمة الحداشر استعصت على الشياطين طويلا تمنعت الكأس السمراء بدلال ولكنها سكنت سماء الأهل أخيرا الأهل يعشق جمع النجوم في عز الظهر وأحيانا في منتصف الليالي القمرية دولاب بطولات الأهل فاغر فاه نهم لا يشبع أبدا كبير القارة الأفريقية وسيدها والمتوج بمعظم بطولاتها يقارنه الخبراء الكرويين بالملك الأبيض بالمرينجي ريال مدريد حاصد البطولات الأشهر أوروبيا والأهل حاصد البطولات إفريقيا وكلاهما متوج عالميا هكذا يقارنون من حق القبيلة الحمراء أن تقارن وتفاخر دون غرور يحق الأنوف قلت الكرة في أقدام لعبي الأهلي إن شاءوا فعلوها وكسب الرهان الذي رهن عليه مشجع مثلي مفطور على حب الأهلي فرسان الأهلي إذا رهنت عليهم لا تخشى كسبت الرهان والرهان هذه المرة كان مغامرة ليست مقامرة والمغامرة محفوفة بالمخاطر أمام خصم عنيد متمرس على اللعب الرزل بالوصف الكروي ولكن المغامرة محسوبة بدقة بالثانية على الساعة السويسرية التي ينظر فيها الثعلة بالسويسري مارسل كولر الذي احتفظ بابتسامة السقة حتى صافرة الدولة الإثيوبي بملكة سيمان الذي يستحق التحية على أداء مباراة صعبة ومعقدة وفضل اشتباك بحيادية ونزاهة يحسد عليها مبروك دي تهنية حمد رز مبروك للقبيلة الحمراء ولأسطورة الكرة المصرية الكابتن محمود الخطيب الذي قدم في واحدة من آيات الإثار قدم ابنه الكابتن حسام غالي ليقف بين كبار القارة يرسمه قائداً للقبيلة في مقتبل الأيام الإثار من تقاليد البيت الأحمر عنوان الكبير بيبو بيبو حضر المباراة في المدرجات لرفع معنويات أولاده وترك الصورة لكابتن الأهل حسام غالي في منصة التتويج بين كبار القارة الكبير كبير كما يقولون يعني طبعاً ما قالت واحد عايش أهلي وقدر يتلمس الأسباب وقدر يشرحها تشعر بالبهجة التي يكتب بها يعني ولكن فيلسوفنا وحبيبنا ما استوقفك إيه فيها؟ أه؟ اللي استوقفك اللي استوقفني إنه هو عندما تتغلب المشاعر ما تقدرش تشوف الأمور كما تحدث إنما تشوفها من خلال مشاعرك تشوفها بعين القلب لقد حكم بمشاعره أن الفوز كان باهتاً في القاهرة في واحدة صنفت إنها أجمل مباراة في نهايات كرة القدم ولكنه كان فوزاً مقلقاً ولأنه كان أهلوياً زي حالتنا قلقاً عاش زي حالتنا هذا القلق وتفائل كثيراً وكان شاف إن الفوز ده لا مش لا الماتش ده كان يتعامل عسناً كده في حين إنه هو لما حقق تعادل في ماتش أقل ولكن أكثر حماسة من ناحية التكتيكية ولكنه كان كفيلاً بانتزاع اللقب استطاعاً يرى أن ماتش العودة كان ماتشاً رائعاً وإن بميلاك سيمبا ده كويس كده نزيك وحي طيب إنما ده ده حبيبي وحبيبك اللي يعني كلهم حبيبنا لأ حمد رز لما بي بي بيجي ده محمود مسلم مئة ناقش في الكورة شديد القصوة نقد قصي جداً هم التلاتة حمد رز ومحمود مسلم ونبيل عمر ده المسلس المسلس اللي قيت شايل لكن الحقيقة حمد رز أشار لمسألة روح الفنينلة الحمراء وهنا عايز أذكر حاجة واحدة من أهم المقالات اللي لفتت نظري إلى كاتب مفكر حقيقي من كام سنة لقيت المستاذ حمد عايز الدين بيقول لي افتح الأهرام بصوا في صفحة الرأي اقرى المقالة دي عن روح الفنينلة الحمراء لقيت كاتب متناول أنا كنت شعرف أبداً إن له في الكرة أو له في الرياضة أو متابع للشأن الرياضي لكن لقيته بيعمل تأصيل فكري لفكرة روح الفنينلة الحمراء وبيستشهد عليها بمقولات فلسفية عميقة جداً تشعر في كتاباته كما لو أن زاكي نجيب محمود قد عاد عمق الكلمة وعمق الفكرة الفلسفة فلسوف فعلاً البعث الفكري الجديد لزاكي نجيب محمود عشان كده يا جماعة لم نتفاجع الحقيقة في الوسط الصحفي أو حتى الوسط الثقافي بفوز الكاتب والمفكر لأنه مفكر أكتر من كونه كاتب الأستاذ صلاح سالم بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية جائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية ذهبت قبل أيام إلى المفكر والفلسوف والكاتب الصحفي صلاح سالم واللي عبر عنها إن هي جهد عشرين عاماً لم يذهبه با على فكرة كتب الأستاذ صلاح سالم عن هذه المباراة مباراة الأهل والوداد الأهل حدوتة مصرية مقالة مهمة جداً في الأهرام حكايتها وحددتها لأنها جاية كمان بعد جائزة الدولة التقديرية نستحق أن احنا كمان نسمع صوت الأستاذ صلاح سالم أستاذ صلاح أهلاً بيك وألف مبروك للجائزة وللكاس الله يبدي فيك يا أستاذ إبراهيم مبروك لنا جميعاً على نصر العظيم تحيات وتحيات المهندس مبروك لنا جميعاً على فوزك بالجائزة المستعقة واللي كنا احنا فقلاً حسناً لما حضرت معاناً في رمضان ما هو أنا دايماً عامل شراكة مع الأهل دايماً فيه جاء أربعة دي المرة الرابعة على فكرة لما الأهل يتوق بدور الأبطال أنا أتوق بإحبى الجوائز سواء من مصر أو من العالم العربي الله 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 دايحنا كده لازم أن تضاف لكشف المكافآت في الأهل ألفين وواحد والفين وخمسة والفين واثناشر والفين تلاتة وعشرين دايش شراكة في النجاح طب ده إيه دي ليه علاقة بالمود العام ولا إيه شوف دي قوة الروح الإرادية والروح الانتصارية الغالباً ما بتلهم دايماً الإنسان علشان يحقق النجاح الكبير تلقى عنده مصادر إلهام بالحال أهلي من مصادر إلهام دايماً شجعت الإرادة وقوة الروح والرغبة في الانتصار والرغبة في الإنجاز مسألة معادية يعني على أي على أي نادي أنت تشجع على أي بلد في بلد أنت بتنتمي فالبناء بتكتسب هذه الروح فالحقيقة الأهلي قيمته بالنسبة لي أنه مصدر للإرادة زمان كنت متردد أخذت معركة أنه الكتابة في الأديان وفلسفة الدين وجونا بتركة في 2012 في 2006 ألهمني القدرة أن أنا أبدأ والقدرة على الإنجاز ودايماً في كل مرة الأهلي بينتصر وقتنا في المرة الأخيرة وفي القادية ممكن 2020 دايماً ما بينتبني حالة من النشاط وحالة من الرغبة في الإنجاز والرغبة في الانتاع والأهلي من مصادر القوى المعنوية والقوى المعنوية دايماً هي اللي بتحفز الإرادة والإرادة هي اللي بتخلط الإنجاز وده عهد الشراكة اللي بينه البنتان والحضورة التقطع الجميلة اللي كلمنا عنها العربع مرات أرجو أنه دايما يبقى وشي فائل على فائل حسن على الأهلي والأهلي يبقى فائل حسن بالنسبة طيب وإنت جاري العزيز أقول أن أنت كتبت المقالة دي قبل المباراة ولا مولش أقول الأهلي حدوطة مصرية بكل السقة تكتب مقالة للأهرام تحتفي فيها بفوز الأهلي قبل الأهلي ملعب المباراة احكي لي ده حصل إزاي أنا كنت واثق في انتصار الأهلي لأسباب كتيرة أسباب بعضها كاروي ده ناتج عن أنه الأهلي بالفعل هذا العام متفوق فنيا عن الوداد بكتير الأهلي يلعب بفترة الأخيرة بيلعب كورة أوروبية كورة عصرية فيه متانة في الدفاع وفيه فعلية فيه الهجوم بدال الفريق المفنيا أفضل بفارق واضح عن الوداد اللي هو بيعتمد على فكرة الرزالة الكاروية فكرة إيماتة تضييع الوقت وإيماتة اللعب غير الفوارق الفنية في الحقيقة أنا بقيس المسألة بالفوارق النفسية الأهلي لما راح للبطولة اللي فاتت كان عنده مشكلتين مشكلة إنه بيسعى لمنحق التالتة وتحقيق التالتة على التوالي هدف معنوي جيد بس أقل فيه فعليته وفي قدرته على التحفيز من تكرة السقر الهجيمة فدوافع الأهلي هذه المرة أقوى من المرة اللي فاتت الحاجة الثانية استنى اللي فاتت كان فيه شعور نفسي عند الأهلي بنوع من القهر أو الهجيمة أو أنه بيأخذ مباراة أو معركة هو ظالمة بالنسبة له تفتقد للعدالة أو بقى الحكاية دي أو جاية نوع من الشرخ النفسي وشتتة ذهن اللعبين المرة دي كان الأهلي مركة فالبعد النفسي المرة دي كان في صالح الأهلي أكتر بكتير من السنة اللي فاتت ولذلك أنا السنة اللي فاتت كنت بالفعل الآن لكن المرة دي كان عندي يقين شديد العنصر الثالث هو عنصر فلسافي شوية ما لديه علاقة بالكورة دي رتل على عنصر متفيذيقي هو وتلك الأيام ندولها بين الناس المفهوم القرآن العظيم لفكرة المدولة الأهلي في فترات كتيرة في 2007 بعد 2005 و 2006 وفي 2022 بعد 20 وواحد وعشرين بدأ وكأنه قوة تاغية مهيمنة على الكرة الأفضل هذا الشعور يتولد عند معظم العرب بشمال الفتفية ومعظم إلى فرقه وبيعمل حالة من الحفظ ضد هذا أنه دايما الفريق القوي لما بيتعاملك دايما بيستفز الآخرين جميعا من الأواسط ومن الأصاغر وحتى من المنافسين كبار للاحتشاد كمان بقى فيه عمل متفزيق عمل للتوفيق اقتراضة كلاهية اللي هي بتميل إلى أنه تحقيق التوازن في الكون وتحقيق وتحقيق نوع من العدالة والانسجام بين جميع البشر فالآخر ما بيكسب مرة واثنين وثلاثة بس أنا عايز أستوقفني كلمة هل تحقيق التوازن بشكل موجه هل هو نوع من أنواع تحقيق العدالة أنا لا أراه وكذا هو مش بالعدالة القانونية يعني دايما فيه ميل دايما لما تبقى مظلوم شوية لما تبقى يعني الكون نفسه بي نظم أيوة إنما لما يبقى فيه حد متفوق مش من العدالة يعني كفاية ودي حاجة لغيرك لأنه هنا الوجود هنا في حاجة الوجود بيدافع عن نفسه بمعنى أنه لو الأهلي خد التالتة وخد الرابعة أصلاح أنت لو حسبت المسألة بالتفوق الحرفي الأهلي ممكن يأخذ البطولة مرة أنا فاكر أنه سليم شايبوب رئيس نادي التراجي التونسي في 2006 قال أنه انتظروا أنه الأهلي هيأخذ البطولة عشر مرات العشر سنين اللي جاية بعدها 2007 الأهلي فيه فيه عامل متفذيقي أن الوجود بيدافع عن توازنات عن حضوره عن فجرة المداولة بين الناس فدائما تحصل أخطاء بتتصرف اتجاه معين أنه يحصل نوع من التوازن يخسر الأهلي عشان كده يخسر الأهلي قليلا لكنه ينتصر ينتصر كثيرا وهنا بتتحقق العدالة لكن على مدى أوسع أو في أفق أوسع ويتحقق الفوز للمنتصر في أغلب الأهلي شوف بقى الفكرة ده تفسير يعني أحقق عدالة جدارة الأهلي بأنه يخفق أحيانا ليعود لينتصر يعود ولعله ده لو إنه الأهلي ينتصر في كل المرات إحنا هنفقد الشعور بقوة بفرحة الانتصار صحية بمنطق الاعتياج معلش برضو أنا عايز أفقد هذا الشعور يا أنا عايز أفقده هنا لجوة دي تحداك بقى ويصح لا 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 تحطنيش واحد كلها حتى تحسي بسعادة لا يا عملا خليني كده ده جزء من طبيعة الحياة طيب يعني أنت ما جاومتنيش إلى هذا الحد كانت عندك ثقة يا دكتور العوامل الثلاثة العوامل الثلاثة المتافيزيق الأخير ده والعامل النفسي والعامل الفني خلوني أبقى عندي شبه يقين أنه لا لا يفوز فتكتب قبل المباراة فاستفقت يوم الأحد صباحا نشطا متفائلا قمت المقال وبلغت الأهرام أنه أنا أنا بقى كنت بقى مقالي يوم المساء السابت طيب أنا أعطي لكم المقال لكنه أعطي لكم مقال آخر مساءا عقب المباراة لأنه أنا كتبت عن الأهلي وأنتظر حتى لوضع الرطوش الأخيرة وأعطي لكم المقال وقد كان وأرسلت المقال لكنه أنا كتبته بيقين وحتى لما جيه وأنا بتفرج على الماتش في العادة أنا أوقات كتير بقى واقف يعني بتفرج وأنا واقف وحيانا كتير ممكن نخفض حاجات يعني لما يبقى المساء الوضع الوضع السيء بتفرج بعصابي الحقيقة يعني تكاد تكون مغايرة مغايرة لطبيعة العامة وطبيعة في الحقيقة العامة لكنه في هذا اللقاء وأنا كنت بتفرج بجدوء شديد إلى درجة لفتت أنظار أختي وزوجتي وولاد أخويا اللي مش على طبيعة كنتظر بأنه الجوم جاي أنا عندي يأكين في الانتصار كل اللي أنا حاسس به أنا بحس المعطشات قبلها يعني كل اللي أنا حاسس به بيوحي أنهنا هننتصر لحد ما تجيت برأسية محمد عبد المنعم الغالية جدا والجميلة جدا واللي تحتلب من الأهمية قاضية أفشا وقذيفة أبو تريكا وبتحقق الانتصار يعني كم كنت واثقا لكن في نفس الوقت كم كنت سعيدا بهذه اللحظة الجميلة والبديعة سيد صلاح وأنت تجلس في عمق الحركة الفكرية والثقافية ترى في كرة القدم نشاطا إنسانيا جديرا بأن يستلفت انتباه واهتمام وكتابات كبار الكتاب والمفكرين بالتأكيد لأن الكرة لعبة أولا بصر أصبحت نشاط كبير وواسع بيمس قطاع كبير من البشرية ومن ثم تلما أنه بيمس قطاع كبير من البشرية فبقى تحاول إلى ظهرة ثقافية وليس فقط ظهرة كاروي الأمر الآخر إنه في الحقيقة لو إنك تأملت ملعب كرة القدم مش هتلاقيه والساحة المنافسة دي مش لا تقتصر على هذا الملعب الأخضر يعني متطيل الأخضر دي ساحة بتتنافس فيها العقول والثقافات يعني عندما يذهب فريزة منشستر سيتي لنهاية دورة أبطال أوروبا أو فريزة الأهلي لنهاية دورة أبطال أفريقيا الفريق الإنجليزي في الحقيقة بيذهب إلى الملعب بقوة الثقافة الإنجليزية الطبيب اللي بيعالك اللاعبين المدلك اللي بيزبط أحمالهم البدنية الطبيب اللي يقع ده علم بيدرس أكاديميات كبيرة المدرب سواء وطني أو أجنبي هو جايب بيحمل ثقافة معينة اقتصاديات اللعبة وسمن وتكلفة عقود اللاعبين دي مسألة اقتصادية مهمة فالمسألة التنافس اللي بيتم داخل المستطيل الأخضر ده قبل ما يتم جبل المستطيل هو بيجري خارج المستطيل بيجري بين كينات بتملك إمكانيات اقتصادية معينة بين مدارس وطنية أو بلاد بتملك قدر من المعرفة العلمية بالطب والطب الرياضي مختلفة بينتمي بين عقول ومستويات في التدريب والمهنية التدريبية والعقول الفنية متفوتة جدا فملعب الكرة مباريات الكرة أشبه بحروق صغرة حروب تجري بين الثقافات بين مستويات التعليم مستويات الصحة في هذه البلدان مستويات التكتيك مستويات العقول حتى المسألة الجمهورية مسألة حاسمة في جمهور بيحترف وفيه فريق عنده جمهور وفيه فريق ما عندهوش ده زي الأوطان الكبيرة والأوطان الصغيرة الحقيقة مباريات الكرة بكل التنافسية بتاعتها أشبه بحروق صغيرة يمتلك فيها أو يستخدم فيه كل نادي فيها كل إمكانياته العلمية والاقتصادية والطبية والرياضية حتى كده هذا سير للشعور القوي بالانتصار يعني أهلي عندما ينتصر وبقول لك نحن نستطيع يعني هذا المكان هذا النادي يستطيع ويقول للأهل للآخرين في مصر وهذا ما لا يفهم الكثيرون أن هذا البلد يستطيع إذا ما أدار موارده بكفاءة إذا ما أقام مؤتسيته على الانضباط والنظام والحرية والديمقراطية ويستطيع أن يفعل قيمة الأهل دائما تاري ملاعب الكرة أكتر منها جوه ملاعب الكرة قيمة الأهل أنه دائما يقول لنا أنتم المصريين أو نحن المصريين نستطيع إذا أجدنا تنظيم أنفسنا واستعدنا الجذارة والسر طيب مقالتك استحقت اهتمام الأستاذ أسامة صرايا فكتب على طول تاني يوم حكاية فكرة الأهل وصلاح سالم وكتب الأستاذ أسامة صرايا رئيس حليل الأهرام السابق عن علاقة الأهل بصلاح سالم وقال بطولة جديدة للآل في الوقت الضائع تضيف إليه بل تثبت جدارته وأنه فريق بطولات وأن روح الفنلة الحمراء فائقة الجودة بل صانع البطولات المحلية وفي قراته الإفريقية وعلى مستوى العالمية مبروك للأهل وجامهيره وبيقول الأستاذ أسامة صرايا وفي نفس الوقت تهنئة لصلاح سالم ليس لمقالته عن الأهل وهي تستحق ولكن لأنه مثل الأهل دائم الحصول على الجوائز المهمة وصدر له 18 مؤلفا في فضاء المعرفة بين العلاقات الدولية ومستقبل نظام السياسي العربية عن الهوية والتحولات التاريخية في المنطقة فهو من أبرز خبرائها وقد برز في التفكير بعمق في سنواته المبكرة وحتى الآن ونستطيع أن نلمس ذلك في الجهاد في الإسلام ودرسه البارز محمد نبي الإنسانية وتوج ذلك أخيرا بجائزة مرموقة فوزه بجائزة الدولة التقديرية وهو يستحق أن يفرح بنفسه وبجوائزه فهو جدير بها ويستحقها باقتدار ولكنه كذلك يستحق مننا التهنئة وأن نفرح له لأنه كاتبنا الأهرامي المميز الذي يعطي صفحاتنا عمقا تستحقه وبيعرج أخيرا على تهنئته للأهل ولحضرتك على هذه الجائزة مشكور الأستاذ أسامة سرايا وألف مبروك الجائزة مجددا والحداشر إن شاء الله يا أستاذ صلاح أنا الاتناشر يا أستاذ الاتناشر للأهل والجائزة الحداشر ليك الله أنت ماشي معانا بقى يعني أنت اللي بتنفسنا وراريها المدريب يا رب الاتناشر يا رب الاتناشر وأنا اتناشر جائزة بعدكم بعشر سنين مش مشكلة لا كل التوفيق وكل التأدير وكل التهنئة يا أستاذ صلاح كل التهنئة ليكم وكل جماهير النادي الأهلي وإن شاء الله الاتناشر القديمة وتستمر مسيرة النجاح في التدفق عبر الزمن يا رب إن شاء الله شكرا جزيلا للكاتب الصحفي والمفكر الكبير الأستاذ صلاح سالم الفائز بجائزة الدولة التقديرية وقبل كده خد جائزة الدولة التشجعية ولما جالنا في رمضان كان تجمع جائزة سعيد كان جائزة الدولة التشجعية الآن بيفوز بجائزة الدولة التقديرية تثمينا لهذا الجاهد الفكري والإنتاج الغزير المميز على قد مواصف عسد بسما صرايا أنا بس عايزة جاوبك على سؤالك لأنه سؤال مهم وأنا ليه وجهة نظر طب ربما ربما لا لا تلاقي فيه عمق يعني طب أكيد إنت بتسأل هل تشجيع كرة القدم بهذه الحماسة يستهوي المفكرين وصح والغلط ولا هي هيافة إنت ما قلتش ولا هي هيافة لكن البعض يراها هكذا أن الرياضة إنه في دماغهم لسه مساحة لحاجة تانية غير الفكر إنهم أعمق يعني من إنهم ما يشجعوا بالطريقة أنا برجع يا أستاذ غريم أستحضر الحضرات من مهده فأكتشف أن صراع الحلبة هو صراع أصيل إنساني ولكن كان وحشيا في الماضي فكنت تشوف صراع العبيد مع الأسود عشان يستمتع الملوك بهذا الصراع أو العبيد مع العبيد أو الجيوش مع الجيوش ويعوده والرهانات تشتغل في المدرجات إذن صراع الحلبة الذي تم تغييره نتيجة التحضر إلى صراع رياضي إنك تقعد في مكان أشبه بالحلبة ها؟ تشوف صراع كوروية تشوف صراع مصرعة ملاكمة جنباز كل ألوان الصراعات هي في غريزة الإنسان وهي الإنسان محتاجها علشان يستكمل شعوره بإنسانيته ويفرغ شحنة أنت تملي تبصت لاي عملية التباهي عملية مين أحسن مين أقوى ولذلك أنا أستغرب إن البعض يربط الانتصارات الرياضية بالكبرياء الكبرياء الوطني ولكن هو دلوقتي سيد صلاح نبهني إلى العمارات الفلسفية للموضوع إنها جاية من فلسفات وثقافات شعوب بتقدمها البعضها بالضبط في محفل الناس بتشوفه تزاوج ثقافي فلما وأنت بتتكلم كده عمال أسرح قول الله ما هي الفكرة تطورت من صراع العنف والأسد مع الإنسان والإنسان مع الإنسان إلى الرياضة ولذلك مشاهد العنف أحيانا التي تبدو هو الإنسان بيسترد غرائزه وهي مرفوضة تماما لأن أنت كل ما تسعى إلى أن يظل الصراع الإنساني ده إنسان مع إنسان في شكله النبيل فتقول إيه الكسباني طبطب على الخسران وخسران يهنئ الكسبان ويقول خرف غيرها وهكذا اللي هو بيقول لك بقى تداول ده كلام مهم جدا وكلام عميق على فكرة والله طبعا لأن أنت لما تبص للكرة هاولك بس تبص للكرة شوف مرش الكرة خلوكوا شاهدين قال لي كلام عميق طبعاً طبعاً تأسس لما تبص للكرة كلعبة رياضية فيها النموذج الأمثل لعدالة النشط والصراع الإنساني أول حاجة كويس قوي إن دي دربة جزاء عشان تبقى هدف تدخل هنا ثم تمتد إلى العدالة الناجزة اللي بيخطئ بيعاقب في لحظتها أيها ما فيش فول مؤجن أيها دي العدالة الناجزة الفورية حتى مرحلة الإنساني بالفرد في لحظة في ساعتها فأنت بتتكلم على عدالة مطلقة عدالة ناجزة عدالة قانونها معلم مسبقاً وتنتهي بالنبل الشديد إنك الروح الرياضية إنك لازم أن تسلم على الخسران فتلاقيها هي نموذج مصغر لقيمة العدالة في النشاط الإنساني أنا نسيت أسأله حاجة بس واحدة عشان الحوار الرائع التيل ده الميتافيزيقية معناها إيه بالضبط عشان الجمهور يشترك معنا لأن الحقيقة يعني هو هي علم الميتافيزيقية علم ما وراء الأشياء ما وراء الأشياء اللي حاجة غير معلومة أخي دلك هو صلاح بيقولك إنه تعمل كل حاجة ولكن بقانون ميتافيزيقي يحصل دي زي حكاية هو أنا أعز لك سؤال إحنا فرحانين لتأهل الأهلي وفوز الأهلي بقانون الميتافيزيقي اللي هي هناك أمور وراء الأشياء وعلم ما وراء الطبيعة هو اللي بيحكم إحنا ما نعرفهوش لكن خد بالك حاجة هو تحدث عن إرادة السماء كما لو كانت أرادة تعويض الأهلي عن اللي حصل السنة اللي فاتت خد الأهلي ما كانش ممكن يشارك في البطولة دي الأهلي الثالث الدوري لأ لا بقى هنا هكمل لك طالب لو نبي دي والله ما حتعدي لا لا استناني بس لولا بس خلالة لا لا ما سعملش أصلي دي دي أكتر حاجة بنتحك بيه على نفسنا اللي بردد ليه بقى الأهلي بقى ثالث الدوري ليه طيب ما خلينا لا ما عليش أنا أقول الناس لأنه هم حطوا طيب ما هو ده يا سيد إبراهيم بس استناني اسمع وأنا عارف اللي أنا أقوله طيب أقول لو الدور انتهف معاده الطبيعي كان حيبقى الاتحاد الأفريقي أعلم مين اللي حيشارك إنما الاتحاد المصري قبل الدور ما يبدأ الربطة طلعت قرار إنه لو الدور امتد لما بعد طلب الاتحاد الأفريقي تسمية الأندية المصرية المشاركة هنحتكم لنتاج الدور الأول هنحتكم لنتاج الدور الأول فيمتد الدور فيكون نتاج الدور الأول الأهلي هو التالي وفيوتشر التالت هو بيرمز الرابع فالأهلي يشارك في البطولة بقرار مسبق معلم من الربطة قبل الدور ما يبدأ واستفاد من هذه القاعدة لا مش يستفاد لحظة بقى هو فيوتشر يا حبيبي أصبر بس علي يا أستاذ إبراهيم مش دال اللي حقوله خالص قول هو الأهلي عمل إيه أهم قرار للاهلي رايح اللعين لأنه الهدف الاستراتيجي تحقق لو كان الهدف الاستراتيجي ما تحققش والأهلي لازم يطلع التاني كان حيطلع التاني كان هيتعامل بشكل مختلف كان حيتعامل لكن أنا خلاص أنا خدت من الترتيب اللي أنا عايزه أطلع تاني أطلع رابع خلاص الوضع مش هيعنيني ولذلك استفدت بقى أنا من القرار ده في إن أنا رايحتي فرقتي مش عشان تيجي تقول أنت طلعت أنا طلعت التالت لأن أنا خلاصت عملت مش حكسة بالدوري وأنا تأهلت أفريقيا أرهق نفسي ليه أريح نفسي للجولة القادمة لكن لو كان الأمر لسه حيتقرر لا يا حبيب كنت أطلع تاني ويا جوز كنت نفسي طيب ده كلام مهم جدا في التفصيلة لكن أنا بقول لكم على إنه ترتبات قدرية ربنا سبحانه وتعالى بيقدرها علشان الأهل يتعوض لأن أنت كمان لما تيجي تبص كله مجمع على إنه الأهل شارك نتاجه في دور المجموعات ما كانتش بالمستوى اللي طب من الجمهور حارجة طبعا وعلم حك علم حك محمد هاني الدراما بقى محمد هاني ضيع ضربة جزاء حارس سانداونز اللي يصده ضربة الجزاء من الأهل هو نفس الحارس وليامز تقريبا اللي يصده ضربة الجزاء من أطهر الطهر هو نفسه ما أنا بقول لكم الأمر فيه ثمت ترتبات قدرية ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيهيئها اللي صد دي رغم أنه هو في السودان كان متسبب في الهدف اللي دخل فيه لكن إرادة ربنا سبحانه وتعالى اقتضت أنه العدالة تكون كده عشان الأهل حقه يتأهل فلما يتأهل الأهل شوفوا بقى الأرعة أكبر ثلاث أندية عربية توجههم كبار العرب دلوقتي الرجاء والترجي والوداد فمفيش جدارة تتكتب لك أكتر من ده أن أنت تتأهل من سقب الباب تتأهل بصعوبة شديدة تتأهل بحسبة معقدة تتأهل بعصاب متوترة وفي التالت مراحل لم تخسر مبرات لكن تشاء القدرة الإلهية أن أنت وإنت اللي جاي من بعيد وإنت اللي جاي مرهق وإنت اللي جاي متوتر وإنت اللي جاي مشكوك في عفيتك وصحتك لا تكون أنت الفارس الأول للأدوار الإقصائية وكل الناس تقول لك الأهل إذا صعد شوفوه في النهائي أيقصتم الأسد الجائع بالضبط مش اتقالت كده وحركت المارد حركت المارد اللي قال الكلام ده مصري مش مصري لا طبعا طب قال كده ليه لأنه شايف اللي قال وعارف عارف ثقافته وعارف أن النتائج بتاعت المجموعة دي لا تعبر عنه وعارف أنه إذا تجاوز هذه اللحظة لا هو المرشح الأول وقد كان وعشان عشان بس المهندس عادلي حرك حتة الميتافيزيقة وعلم موراء هدي مسألة الميتافيزيقة لا والله يا أخي قاعدة معك يدفع فيها فلوس أنا عايز أقول لك على حاجة بس هو من فراغ الآله اتظلم السنة اللي فاتت فيه في مركب محمد الخامس في المغرب واتظلم لأنه الاتحاد المصري تقاعس عن أنه يطلب تنظيم وانت عيش المظلوبية أنت عارف تخسرتي ليه عارف أنت لو عزلت نفسك زي السنة دي كده يمكن كنت قدرت تعمل حاجة بالضبط لكن عيشت المظلومية فحزمت نفسك قبل ما يهزمك وهنا هنا الكلمة لكن أنا هنا الكلمة العبقرية واخد بالك اللي قالها أسامة صرايا قالك الآله إذا هزمه هو الذي يهزم نفسه لأنه إذا تحلى بأسباب الفوز بيفوز فأنت عندما تشك لحظة في العدالة وتنسخ وراء المظلومية بتهزم نفسك طيب عشان أقول لك أنه الأمور فيها تفاصيل قدرية غريبة غريبة بجد أنت لو رحت لو كسبت البطولة السنة اللي فاتت من الوداد كنت هتشارك في كاس العلم للآن دي أنت حرمت من هذا الشرف بهذا الظلم تم تحصى به يقوم المغرب منتخب ويتقلق في كاس العالم فيكوافق بالاستضافة فتتوافق رغبته مع رغبة الفيفا في أنه يدونه كاس العالم للأندية فيتصادف أن الوداد هو بطل الدور المحلي فييجي وصيفه في البطولة القرية لتتحقق العدالة لتتحقق بصوا بصوا الأمور القدرية العجيبة ده قانون الميتافيزيك اللي صلاح بيشور عليه أنك في النهاية فيه أمور إحنا من علمهاش صعب جدا على العقل البشري يستوعب ده يتخيل السيناريو ده فترجع للمغرب البلد اللي أنت اتحرمت فيها من أن أنت تروح كاس العالم لا المغرب هي اللي هتنظم كاس العالم وانت اللي حتيجي كاس العالم وانت اللي تكمل وهم يخرج وانت اللي حتصعب والوداد يخرج بص مكافئة السبب معنى كده عندما تحصل على حقك بأسباب متافيزيقية إيه اللي بيحصل بتاخد مصيرك في إيدك وتتقلق وتحقق القيمة الحقيقية للنادي الآلي أنت بتكمل وهو على أرض ما بيكملش وعشان الصورة تبقى فيها جدارة أنت مش مجرد جاي من بعيد مرهق ومتوتر ومريض لا أنت الفارس النبيل فتترتب لك الترتبات الإقصائية في الأدوار المهمة في أحكام الجدارة عشان تحكم قبضتك فعلا على القارة وعشان كاتبنا العرب الكبير الأستاذ أحمد الشمراني السعودي يكتب في عقاز السعودية وأنا بقول لكم القيمة للأهلي أن الكل يتحدث على الأهلي بهذا الحب وهذا التأدير وهذا الاحترام يا جماعة احنا منخدكوا في جولة عشان تعرفوا الأهلي في أعين المفكرين مش المتهاترين المفكرين عمل إزاي سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب حنشوف الأستاذ أحمد الشمراني الصديق العزيز في عقاز السعودية يتحدث عن هرم مصر الرابع وبيقول ينتمي له نصف سكان الكلة الأرضية هكذا كتب صحف جزائري فقلت ومن يحاججك يقدم أرقامه أيها المنظر يعني بيقول إن كاتب جزائري قال لك الأهل ده بينتمي له نصف سكان الكون فأحمد الشمراني السعودي قال له والله اللي معطارد يقول العدد وبيقول أحمد الشمراني الأهل المصري سفير فوق العدد للعرب وأفريقيا وإن فصلت وإن فصلت أراه عالميا بسحنات عربية الرقم 11 أراه مجرد رقم وثق البطولة ويليه أرقام أخرى فلا يوجد في اعتقادي سيد للقرر السمراء غير الأهلي علاقة طبيعية بين الأهل المصري والبطولات ولا ضيرة في ذلك ولا ضيرة في ذلك فهو كما يقول المنصفون هرم مصر الرابع في الآل لنا معشر الأهلويين إرث وتاريخ يحمل اسم الأمير عبدالله الفصل ولهم كما لنا عشق مشترك فما فتأ كبار الأهل التذكير به 11 بطولة قرية رقم يضع الأهل في موقع لا يمكن ينافسه عليه إلا الأهل نفسه وهذه الفلسفة ربما نجدها في سلاثيات نجيب محفوظ من أراد أن يعرف معنى أن تكون عملاقا أو بطلا عليه أن يقرأ في أدبيات الأهل التي سيعرف من خلالها لماذا الأهل سابت في منصات التتويج وغيره غائب الأهل هو دونما جدال قيمة رياضية عربية يفترض أن نتباه بها يفترض أن نتباه بها ده كاتب سعودي كبير يفترض طبعا أن نتباه بها ونسجل من خلال هذه القيمة إعجابنا وعشقنا كيف لا وهو كبير القوم في الرياضة العربية والإفريقية أصبحت أساسا أصبحت أساسا حتى تتغير وقع عيدة حتى تكسر وطريقا حتى ينهار وعرفا حتى يكون غيره عنوان محفوظ وطبعات تتكرر ومنشورات يعاد نشرها الأهل بطل دوري أفريقيا تسيد بامتياز واكتساح لا يقاوم الأهل بطل إفريقيا للمرة الحداشر والفرق واحد ليس إلا وهو المكان فهذه المرة من الدار البيضاء بالمغرب على حساب نادي الوداد المغربي الذي كان يأمل في تحقيق الرابعة إلا أنه قابل سلطان وسيد كرة القدم الأفريقية هكذا أستهل كلامي بل تحليله الزميل جمال الخشيبان عن الأهل وهنا سكت وقلته انتهى الكلام هو نقله كمان عن حد بس بيأيده هو معنى معنى أستاذ إبراهيم إن الأهل والحداشر والوداد وبعدين تبصت ليه حد يقولك أنا بطل الدوري سنتين وارا بعد وتتكرروا كانوا إنجاز رهيب وكان الأهل لم يفز تسع مرات وسبع مرات وثمان مرات وثلاث مرات واربع مرات وخمس مرات ورام حتى يظن النوع قد صنع معجزة يعني وبعدين انت بص تلاقي المترجي يقولك الأهل كسب بطولة وإحنا كسبنا اتنين وأنت لغيت اللي فات والله آه طبعا انا كسبت اتنين وأنت كسبت واحدة ورجعت أنا استرديت فهكذا دايما يعني إذا كان اللي بيكسب بطولتين بيعتبرها إنجاز الإنجازات ده النادي الأهل بقى ده والله هم وإن أرادوا أن يعني وقللهم وإنجازوا وضعوه في مكانة يعني مكانة وكأنها لا يمكن الوصول إليها لأن أنت يا فرحان باتنين وهو 11 و12 و3 مرات و4 و6 مرات و4 في الدوري مثلا وفي أفريقيا مرتين في مرتين في مرتين يعني كم مرة تكسب مرتين كذا مرة الأهل بينافس الأهلي يعني كل رقم الأهلي بيوصله بيرتغي منه كسر رقم الأهلي ويعني الملفت للنظر أنت 11 مرة 6 مرات من برة 6 مرات برة أرضك أنا بقول لك كما لو كانت ترتيب الجدارة يعني أنت 6 مرات بتكسب البطولة برة أرضك فما فيش مجال لأي زريعة بين الأرض والجمهور والحاكم والاتحاد الأفريقي لأن أنت حتكتشف أن الكون كله متحاجد للهلي شب عادة استهلكت خلاص بقى بقى من العبس وتضيع الوقت أن احنا نوقف عن ده احنا منوقفش عن ده بس أرجو أن لا يتوقفهم عنها لأن دي عجبان يقونهم سهيانين فيها وخليني احنا في صرقنا طيب في ظاهرة ظهرت حكاية المجاهرة بالمشاعر السلبية زي الجدع اللي طلع بعلم الزمالك يستقبل بعثة الأهل ويكيدهم ويغزهم ويوترهم قبل المباراة لحظة وصولهم للدر البيضة وكانت لقطة ومشهد يعني فيه قدر من السماجة والسقالة والعفن اللي كان يستحق بي لا انت راه تشجع ده ما تروح للفرقة وهي نزل المطار له كان عايز حد يغلط يدخاني معاه يعمل المشكلة بدليل أنه عمل حاول يعمل مشكلة وهم هم رواحين مش هاجزت ذاكروا يعني هو هاجز ايه السابة البرئيب ده مش عارف اسمه مصطفى شوبير اللي مكتوب على هتقولي اسمه مين ده الرجل فرد اللي أبن قاله يا عم رايحلى وفي حد ما يعرف اسم ابن شوبير يعني ما ديك عندك مكتوبة على الفانيلا قال له ما عندك بس هو يعني سيبنا من التفصيلة الحكاية دي لا هي بتقول لك ان الموضوع مفتعل يعني القصة دي استلفتت انتباه صديقنا العزيز والكاتب الصحفي في الاهرام ايضا هاني عسل وهاني واحد يعني كتب في الرياضة فترة بداياته انت تذكره كويس فاكره هاني دفعتي فيعني ما كملش سنة تقريبا في الرياضة وراح اشتغل في الشؤون الخارجية في الاهرام والله بعت خالص فهو دلوقتي واحد من الصحفيين المرموكين في الاهرام وكاتب له تقلوا كاتب في الاهرام الكرة للعقلاء وبيتوقف هاني عسل عند مسألة لم نسمع عن مشجع مدريدي يؤذر برشولينة في دورة بطال اوروبا ولم نسمع عن مشجع للبرسي يتمنى الفوز للريال على الستي هذا الكلام الخايب قاله مشجع سابق تحول بقدرة قادر الى مقدم برامج واعلام رياضي له برنامج معروف على قناة فضائية غير مصرية في محاولة منه لتبرير اراء شزة وتصرفات متعصبة تشارعن ظاهرة رديئة طفحت على وسطنا الكروي وهي ان يتمنى الاهلاوي هزيمة الزمالك في افريقيا ويتمنى الزمالكوي فوز الفريق المنافس للاهلي هذا الفكر المتعصب لم يكن موجودا في مصر وليس صحيحا انه موجود في اسبانيا او ايطاليا او انجلترا وحتى لو كان موجودا في بعض الحالات فانه لا يمثل قاعدة ولا منطقا ولا سلوكا حميدا يستحق ان نستنسقه مش كان بيروحوا اعلام الاهلي واعلام الزمالك بيقول الاهلي يشارك في بطولة افريقيا ممثلا لدولة اسمها مصر وفاز باللقب لمصر في جميع مباريات الاهلي اسمه مصر يكتب بجوار اسم النادي على الشاشة وعلم مصر على قمصان لعب الاهلي ويرفرف في الملاعب التي يلعب فيها الاهلي داخل مصر وخارجها لا يوجد شيء على وجه الارض اسمه انه ناديا يمثل نفسه وبس كما يروج جهبزة التعصب والترس الاعلام الرياضي الذين ابتلين بهم بيقول هانعسل وابلمثل بيقول هانعسل وابلمثل فاسم المصر ايضا يكتب في بطولات افريقيا بجانب اسم الزمالك او بيرامدس او الاسماعيلي تماما مثل ما يمثل التراجي تونس والوداد المغرب والريال اسبانيا والست انجلترا والانتر ايطاليا والمحترفون الاجانب في صفوف هذه الدول هذه الاندية يعرفون ذلك اي رأي بخلاف ذلك نوع من الهراء ومتاجرة بالاخلاق والقيم الرياضية من اجل تمهيد ارضية للمتعصبين السزج يستبيحون التشفي والشماتة في الخص اذا خسر وتشجيع فريق من بلد اخر ضد من يمثل مصر ورأينا كيف وصلت الحال ببعض هؤلاء لدرجة ان يقطع بني ادم اقل ما يقال عنه انه متعصب او متلخبط مئات الكيلو مترات من اوروبا الى الدار البيضاء لتشجيع الوداد ضد الاهل في نهاية افريقيا في ملعب الكرة المصرية كانت لنا ايام شاهدنا فيها الاهلوية يذهبون الى الاستاد لتشجيع الزمالك في بطولاته الافريقية مع الاصدقاء والاقارب والجيران الزمالكوية وكان الزمالكوية يردون لهم الجميل ويشجعون الاهل ايضا في مباراته الافريقية الاسماعيلي في نهاية افريقيا امام الانجلبير الزائرة عام 69 شجعته مصر كلها والجمهورة الذي ملأ الاستاد يومها كان يقترب من سكان الاسماعيلية وقتها ويومها كانت اول بطولة افريقية لمصر الامر نفسه يتكرر مع جيل المأولين الزهب في السمانينيات والذي كان بنيم افريقيا كلها من المغرب كان الحماس موجودا والروح الوطنية نقية فلا شماتة ولا تعصب ولا جنان ولا تحفيل بل كان تشجيع المنافس مشينا واشبه بجريم التخبر والله هاني ليه سبت الرياضة هاني بيختم هاني عسل وفي مصر بالذات التي كافح شعبها طويلا دفاعا عن هويته انسوا هذا تماما ومن يرى نفسه حرا في تشجيع فريق منافس منافس لنا خارج اطار الدوري فنحن ايضا احرار في توبيخه وجعله عبرة ليس لانه متعصب كرويا ولكن لانه من الاخر خرج عن اطار الانتماء للوطن مبروك لمصر وللاهل بطولة افريقيا وستبقى كرة القدم دائما للاقوياء والعقلاء هي ماشي للعقلاء يعني يعني متحفظة انا عليها دي لان هي جننة ناس كتير الحقيقة جننة ناس كتير مش قادر يفهموا جوهر المسألة بص يا جماعة يعني انا حاسر للمهانس عادلي فيها مبدئيا شي طبيعي في اطار الصراع والتنافس اللي بين الاندية انه ما يبقاش في زمالكاوي نفسه الاهل يكسب بطولة افريقيا ولما يتكلم بهدوه يقولك ما هو كل الالقاب اللي الاهل بيخدها بيتميز بيها عن الزمالك والمساحة والتصنيف بيعلى فهو لمصلحته الشخصية البراجمتية البحتة انه الاهل ما يكسب زي انا دلوقتي اللي مفيش بيديو بين ريال مدريد غير الاعجاب مش عايزه يكسب بالزبط عشان احصله لكن لكن مش هلوح فيه فرق كبير جدا بين رأيك السلبي اقفل في المطار والمجاهرة بيه المجاهرة بالرأي السلبي والتشفي والاعلان عن ده خاصة لما يرتبط بمنافسة خارجية ده نوع زي ما هاني قال واللي في خارج الكراهية اه ده نجوم كرة كان واحد يحبهم ويحترمهم جدا نجوم كرة نضم اليهم بعض النجوم اللي انا انا مداش جدا من مقفهم دلوقتي يطلع وقولك لا اقرأ بكرالقالي وحشجع ضد الوداء يلا هنا يا جماعة بس عشان ما دون احنا بنتكلم في اصول الموضوع رأيك السلبي احتفظ به لنفسك المجاهرة بيه رقم واحد انت بتتكلم في الاعلام وانت لو ما تشتدرك تأثير الاعلام تبقى جاهل ما ينفعش تقعد فالاعلام انت بتتوصل رأيي لناس كتيرة في العموم ثقافاتها مختلفة وتعليمها مختلف واعمارها مختلفة فانت مبدئيا بتصدر قيمة قميئة قوي هتزرع الفتنة بين الشباب وبين الاطفال ان انت بتجاهر عشان كده هو انت هتستغرب لو جارك لو بينك وبينه مشاكل شايف ابنك نازل رايح الامتحان رايح الامتحان الهي تسقط ان شاء الله هتسقط طب انت شايف ان ده شعور كويس شايف ان الكلام ده لطيف يعني طب لو اخير المجاهرة بهذا السلوك او بهذا الشعور السلبي لما اخير يوصل به من الامر انه ممكن يكرهه بعض عشان ويجاهروا بدأ قدام الناس يعني هي فكرة المجاهرة المجاهرة بالرأي السلبي عشان كده ما كانش الدين الحنيف قالك فلتقل خيرا او لتصمت انك بتصمت عن عن السلب اللي عندك حتى لو مش قادر تقول خير فهنا لما تجيب وانا هنا على الحقيقة كتير من البرامج الرياضية اللي بتجيب نوعية معينة من لعبين سابقين هدفهم الوحيد انه يجاهر بالكرهية للأهلي وهدفهم الوحيد انه يتمنى هزيمة الأهلي وبيتحكوا وبينبسطوا خد بالك حاجة انت المجرم الأول فعرفه وقانون الإعلام دي مسئولية انتقائية الضيف ده ما جاش عليك فجأة ما اقتحمش الاستوديو ودخل عشان يقول الكلمتين ما قالش رأيه وانت مش عارفه ده انت متصل بيه او انت بتستضيفه او انت بتسأله فكل واحدة من دول انت عارف هو هيقول ايه وانت تقريبا بتصلح له عشان يشوت ويشوتها في مرمى القيم اللي بين الناس اللي قاله هاني عسل ده ان هذه النوعية تخرجها بره دائرة الانتمال والوطن لان انت مش بس بتشيع السلب والتفشي ان انت بتتروج تشفي ولا تفشي تفشي التشفي اه تفشي التشفي اه فتفشي التشفي دي مسألة يعني انت بتنشر الكلام الفارغ بين الناس ثانيا يا اخي طب هو اللي بيستقبل كلامك ده مش مشجع اهلاوي لو انت بتعلن كرهيتك للاهلي وتتمنى هزيمة الاهلي ازاي انت متخيل ان فيه اطفال وجمهير وشباب اهلاوية هيستقبلوا الكلام ده ازاي واحد زي محمد شبانة كان وكيل لنقابة الصحفيين واعلامي كبير يعني ازاي ما يزجرش ويرفض مثل هذه الكلام انا بتكلم على شبانة لانه شبانة حد له ثقل في البرامج الرياضية وحد له تأذية لو له اراء عقلة موزونة هو اللي لازم ان يرفض وجود مثل هذه النوعيات حتى لو كانت هتجيب نسب مشاهدة حتى لو كان الرأي ارتاحها الغريب العجيب يبدو تجاريا مهما ما فيش كلمة كراهية ابدا انما لا اعلان التشفي واعلان الكراهية وإظهار الرغبة في انه الاهل هيخصى التشفي دي درجة اقصى من الكراهية يا سيد إبراهيم اه طبعا طبعا وعلى فكرة نفس الحكاية لو اللي هيطلع ده هيتشفى في الزمالك او هيتمنى في الزمالك انت ما بتطلعوش ما بتكلم على السوابت ما بتطلعوش لدي الوقت لان الزرف مش مفهوش مفهوش لكن بعد شوية لو حصل هتروح جايب واحد اهلاوي هتلاقي بيقولك نفس الكلام وحتلاقيه ايه من انصاف النجوم اه طبعا لان النجوم الحقيقيين ما يعملوش كده النجم الحقيقي عنده حاجة ايجابية اقولها عنده التاني ما عندوش حاجة هو هو المقولة كله ان ينفق مما عنده مقولة سيدنا عيس هو كده هو كل واحد بينفق من اللي عنده حد ما عندوش حاجة فينفق اللي عنده مقالة كانت مهمة جدا من هاني عسل في توقيتها واتمنى انه ظاهرة بتاعة المشجع المخبول ده اللي سافر زي ما هاني بيقول من المانيا عشان ييجي المغرب عشان يغيز لعبة الاهلي وليش عشان يعني الوداد مستنيك انت عشان تقف جنبه عشان يكسب الاهلي ده هو لما قاله قالك اصلا بقولوله انت جاي ليه قالك انا جاي اقف مع الوداد عشان الوداد احنا والوداد اخوات في الظلم من الاهلي فواحد الاغريبي قال لي طب انتوا بينكم وبين الاهلي بينوا وبين الاهلي ويزا مالك تفاصيل احنا مين قال الوداد مظهوم يعني انت ربط نفسك في الوداد بحبال الظلم لا هو عايز اي حد يقول له اه والله ليك حق بس اه طيب استاذ حسن مستكاوي نخدنا الرياضي الكبير الاهل البطل والوداد يطارد خيط دخان وبيشير على تفاصيل المباراة من ناحية فنية وعلى ظاهرة الدخان اللي كان الملعب وان الوداد بعدها فرصته صعبت كثيرا وبيهني الاهلي على هذا البداول كل هذا يستحق عليها الاهلي الف مبروك نشرت الفرحة في الربوع والنجوع وفرحتنا لا ده هو عجول ايه ان احمد عبدالقادر في لحظة انه رأس الحارس بتاعه ما جابش جود وفجأة الملعب اتملد وخير ما حاجش بقى شايف حاجة اي وكان الاهلي قبل هذه اللقطة مرتبكا مما هذا التوقف توقف الملعب شوف بعاجي يقولك ان انت لما جيت انت السبب ان هذا التوقف اللي بسبب جمهورك هو اللي خلى الاهلي يتلم ويتجمع ويتكلم ويتفق عشان لما تعود الرؤية يسجل هدفه عارف انت زي ما يكون في الماتشات الباسكتبول والفولي اللي هو والكورت الياد الوقت المستقطع انت ديت للاهلي وقته مستقطع هو دي كلامه بقوله بينما الدخان يخيم على ملعب محمد اجتمع مجموعة من اللعب الاهلي واخذوا يحمسون بعضهم البعض وتحدث عبد المنعم إلى زملاء وكذلك الشنوي وعلى مدى خمس دقائق توقف فيها اللعب استردى الاهلي مع نواياته ويسقطه ورحم كامل فاحيانا انت تبقى بتيجي تعمل الحاجة تضرك تضرك ده كانت قنبل الدخان في الوداد الحياة بقيت المقالات برضو احتفائية كلها الجمهورية السيد محمود معروف النقد الرياضي الكبير كاس افريقيا تعشق مصر والاهلي وتقريبا دي نفس تهنية السيد ردوان الزياتي في الجمهورية مبروك لمصر الاهلي بطل القرنين الاهلي كان بطل القرن العشرين ويتصدر حتى الآن بعد نحو ربع القرن الجديد القرى الافريقية وسعيد الامام وصف الاهلي في الجمهورية بانه فعلا صاحب السعادة وذكر السيد محمد الديمرداش انه الاهلي هو القدوة كلها الحياة مقالات مهمة جدا في اتجاه واحد احنا لأولا الوقت وعايزين نتكلف عجاب تانية كنا جمنا لهم التوانسة قالوا ايه والجزائرين قالوا ايه يعني العالم كله قال ايه ده موجودة فيديوز بقى ها شيء يسعد جدا مرة تانية يا أستاذ برايم عايزين نجمع الكلام هنجمعهم بس بعد الفاصل بعد الفاصل احنا استمتع بقراء كبيرة جدا تحتفي للاهلي وتقدر هذا الانجاز الكبير بعد الفاصل اشتركوا في القناة